السؤال اللي بعد كده بيقول ماذا تفعل البنت اللي عندها أب قاسي القلب وبيهنها ويزلها بالأكل ويعيرها بيعشتها معاه وهي بتحاول تشتغل وتعتمد على نفسها وهو بيفسد لها الشغل ده مع الفضايح والزعيق والجيران يسمعه ويقوله وبيقول ألفاظ جرحة وهي معدتش قادرة تستحمل كده والضغط صعب قوي ماذا تفعل معاه مع قسوتي وعيانتي وترضي ليها من البيت ماذا تفعل هي كمان كرهة الجواز بسبب خفة أن جزء يبقى شبه أبوها السؤال ده دقيق وأنا حابب أن أسمه إلى جزءين جزء يتعلق بالمعاملة وجزء يتعلق بما يتعلق بالسلامة النفسية عشان مسألة أن هي كرهة الجواز مع كل اللي بيعملوا ده أحسني إليه أحسني إليه إيه يعني إيه؟ أحسني إليه بما تستطيعي بما لا يجعلك تصلي إلى حد المرض النفسي جبت منين القد ده لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعه بس ما تعمليش الكلام ده من غير تجربة شوف الأشياء دقيقة إزاي؟ لأن الجزء ده أنا مهتم بيه جدا إحنا مهتمين ببر الولدين يبقى لازم نكون أبرار بأبائنا وأمهاتنا لكن في نفس الوقت في بعض الناس وصلوا إلى حد وأنا برضو أتناقش مع حضرتك في شوية حاجات يعني إيه اللي يساعدك أن أنت تقدر تبر أبيك وأمك لأنه قدر ربك ألا تعبده إلا إياه وبالولدين يحسن إيه اللي يساعدك أن في صفة أنا شايفة كويسة جدا واضحة قدامي جدا وهي صفة أن حضرتك شديدة الحساسية هتقول لي حساسة إيه ما أنت ما شايف ده بيهنة وده بيعمل وده بيعمل لكن هو أنت حساسة فكل ما تعالجي هذه الحساسية كل ما هتستطيع تعملي كده يعني فكرة الفضايح اللي بيعملها بسبب الزعيق وكده الزعيق ما بيفضحش لكن ما بيفضح الأعراض الناس لما تستخدم أن الزعيق دي فضيحة بس أنا أقول لكم بس أن الزعيق في ضيحة فهما في الحقيقة بينقلوا مسألة طلب الشخص أنه يكون على أخلاق حسنة إلى أن هما يحولوا العلاقة بينهم إلى علاقة متوترة جدا لأنه فضحنا عن أفضل أن نقدر نرجع لبعض ونتعامل مع بعض بطريقة حسنة قبل جهة تاني أبدا لأنه فضحنا خلاص علا صوته وسمع الجيران لكن أمم وافق أن أنت ما تقبليش طريقته في التعامل وليس معنى أن أنت تقبله طريقته في التعامل أن أنت توقفه أصاده وتوجهيله من الألفاظ الشديدة أنت ما عندكش أنت ما عندكش أنت ما عندكش لا هذا ليس من البر وليس من الحسن الأخلاق طب يعني أسيبه يشتري آه يعني إحنا مش هنعمل كده لكن مش هنسمح بده يعني مثلا على سبيل المسألة إذا هو فعل ده نتوارى من وجهه ونقفش أصاده طب إذا هو استمر دي مسألته هو بقى الأمر المهم جدا 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 في علاقتك به أنك لا تنقطعي أبدا أبدا عن الدعاء له أي أب قاس القلب بنته تدعيله ابنه يدعيله الدعاء ده سره عجيب واحد يقول لي بعض كل اللي بيعملوا فيها دي هما لإيه اللي بقي من بر الوالدين إذا مش هتدعي لأبوك لو قاس عليك وينجاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهمها واعمل إيه وصاحبهما في الدنيا معروفة كأن واحد ممكن يسأل ليه صاحبهم في الدنيا معروفة هما بيعملوا فيها كده ولا حاجة لأنهما كانوا سبب وجودك ربنا جعلهم سبب وجودك ربنا جعل الوالدين معنى من معاني فهم النعمة هما كانوا سبب نعمة وجودك فأنت وجودهم ده عشان تقدر تحس بالنعمة فلازم تعمل كده في حضرتك هتبريه ما جايز هو برضو ده احتمالات مش بقولك إن ده اللي موجود في حالتك إنه هو جايز قصوته دي عليكي إيه أسباب متعددة زي مثلا إنه شايف إن انت شايفاء شخص مش مناسب وشخص أخلاقهم ليست حسنة فإيه اللي بيحصل فهو عايز وكأنه عايزك تتمنعي عن ده فبيعمل شيء في غاية القبح وفي غاية السوق وهو عقوق الأولاد إنه هو بيئذيكي وده حرام عليه بس أنت تكلميني إنت تعملي إيه فأنا قلتلك حاجتين لما يكون في الأوقات السيئة دي لا تقف أمامه ولا تتصادم معه أبدا سبيه وامشي ما توقفيش قدامه وما ترديش عليه وما توقفوش عند حده كل الكلام اللي أنت بتقولي عليه ده الطريقة المسلأ هو الابتعاد عن الأوقات اللي هو بيعمل فيها مثل هذه الصفات ليه؟ إنه ممكن نوصل لمتولية بتعملي كده كمان فتكون المسألة في غاية السوق طيب الحاجة التانية بقى اللي إحنا عايزين نتكلم فيها كمان إن أنت تدعيله لأنه هو الدعاء لي ده نوع من أنواع البر فأنت لما تدعيله أنت بتبريه كل ده في التعامل تعالي بقى في الجزء اللي يتعلق بالنفس أنا عايز أسأل سؤال هل من الحكمة أن البنات أنا دايما عندنا في الإرشاد الزواجي تعالوا بقى ننتقل إلى الإرشاد دايما في الإرشاد الزواجي عندنا قاعدة نحن لا نكذبوا بمشاعر الناس لكن من حقنا أن نتناقش معهم في أسباب هذه المشاعر مش هنرفض المشاعر مش هنيجي نكذبه نقول له على فكرة أنت مش مكتائب وهو مكتائب على فكرة أنت مش متوجع وهو متوجع نقول له أنت متوجع لكن تعال بقى نتناقش بقى ايه سبب الواجع ده ويأثر هذا الواجع هو ده الخبير هو اللي لازم يعمل معاك الكلام ده ففكرة أنه يوصل بينا أنه احنا نقول أن طريقة معاملة والدنا كانت سبب في كراهيتنا للجواز ده مش صحيح ده مش فكرة مش صحيحة ليه أنا مسلم يا ستي افتراضا أني وقلت حضرتك بكل الصفات اللي أنت قلتها بدون حساسية لكن ليس سؤال هل كل الرجال والدك ما أنا خايفة أما الخوف لا يصنع للإنسان مستقبلا ولكن العيش طب إيه اللي حصل لو أن جوزي تلع زي والدي هنتعامل معاه بكل السؤولة دي هو مين افترض أني لازم يزوج حضرتك مش ده راجل وده راجل إيه المعادلة طب وإنت لازم تطلعي زي ممتك لا طبعا أنا شخصية مستقلة طب وليه الرجالة بقى كلهم على كلهم دخلوا في نفس المكان اللي دخل فيها والدك ولا هم أشخاص مستقلين أيضا فهذا الخوف غير مبرر وهذا الخوف أنا آسف يعني وهذا الخوف غير لائق غير لائق ليه أنا بقول كده عشان أنا من رجال لا أنا بقول غير لائق بإنسان عاقل إن كل رجالة شكل واحد أو كل الستات شكل واحد هذا غير لائق بالعقلاء ولا الحكماء ليه طيب وإلا تزير وزيرة وزيرة أخرى طب هو بقى الرجالة إيه سبب إنهم يتحملوا وزر والدك إذا كان بنسلم بهذا الوزر طب نعمل إيه بقى نقول كده إن العمل والدي معايا كان ليه أسبابه الخاصة وليس معنا ليه أسبابه الخاصة إن أنا باعتذر ليه وبقول اللي عمله ده صح لكن بقول ليه أسبابه الخاصة لكي يظل الحكم على عدم مناسبة وعدم صواب وعدم أخلاقية الأعمال دي إذا كان بيعمل أشياء أخلاقي زي مثلا إنه يقول ألفاز جرحة وكده وما إلى ذلك كل ده كل ده لا يعني إن دوت موجود في كل الرجال بالعكس أنا اللي شفته والدي بس لكن أنا ما شفتش باق الرجال ولذلك لابد إن إحنا نحتاط في مثل هذه الأحكام التي تدمر فإن البلاء موكلهم بالمنطقي آه أنا لازم أقولك حكمة كده لما حد بيقول كل الرجالة كده ربنا ما يوقعوش غير في الصنف ده من الرجال لما حد يقول كل الستات كده ما يوقعوش غير في الصنف ده من الستات ليه؟ إن البلاء ربنا جعل سنة كده إن البلاء موكلهم بالمنطقي وكأن السنة دي التحقيق ليه؟ أنا عند ظن عبدي به أنت بتظن إن ربنا خالق بشر كلهم بنفس القبح ده لو قلنا إن ده قبح يبقى ده ظنك في الله سبحانه وتعالى فربنا يريك ما يفسد ما به يجعلك تخرج من هذا ظن السيء في مولاك سبحانه وتعالى